اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفي الكتاب انتاعوا هذا او يشعر اشكونهما اهل البيت وما هي واجبات اهل البيت وما هي حقوق اهل البيت ويعني اعطاها معلومات عظيمة وجميلة جدا وانا انصح يعني الناس بقراءة هذا الكتاب وان كان هذا الكتاب يعني انصح المؤلف ايضا انه يزيد يحقق الاحاديث التي استدل بها وانه يتوسع في بعض المباحث ولكن لا يخرج عمو من هذا الكتاب على ان يكون كتاب جميل وكتاب مفيد جزاك الله خير واسأله تعالى ان يجري الخير على يدك الاشراف لزامريكا الماريكان ادعوا كلمة شريف الشريف سمعوا بها في افلام الكوبوي كبرنا عليها للشريف هذا تعالى الحومة هو من الاشراف من الشريف لان الشريف هو اللي ينتسب للنبي عليه الصلاة والسلام لما شافوا المسلمين يحترموهم ويعزوهم ويبجلوهم راحوا السماو الشريف عندهم ما لمدى بنا الناس تعالى في الاشراف في كتب اهل العلم مشي في الافلام تعالى الماريكان نعود الى الاسئلة قول السائلة انا عامل في مكان محترم وقد فتح الله علي من فضله ربي يزيدك ان شاء الله واريد بناء مسجد وقد جمعت الاموال والارض واريد اهداء هذا المسجد لوالدي لوالدي ووالدتي نعم لوالدي ووالدتي الذين تعبا كثيرا في تربيتي ولكن زميلتي في العمل اخبرتني ان المسجد لا يجوز بنائه باموال النساء لان اموال النساء حرام فهل هذا صحيح يا عذو بالله يا ربي احفظنا يا ربي استانيا يا ربي مرحبت ابني جامع سروح تسقسي واحدة تخدم معها هذه اللي تخدم معك هذه هذه مشي ابو خليطة هذه ام خليطة احنا كنا نحدهم ابو خليطة هاو خرجونا دكتان ام خليطة كان عليك ان تسألي اهل العلم ما تروح تسقسي هذه تخدم معك كيفا هذه مرة عندك المال اربي افتحها لك وزاد اربي اهداك افتحها لك وهداك لان كاي ينسى عندهم المال والله ما على بلو موشي ديرو بها ارام دخلينها غيخ زاين وشمبر اكوشي وصبابطو صيب ومرة عندها ميتين صبات ميتين صبات كايلي عندها سبعين اروبا حاصرين بدرها موشي ديرو بهم انتي يا ربي افتحها لك باش ابني جامع وكي تقول لي ابني دبرت الارض والمال اواجد واشنو جاتك هاتشو ابني مسجد لا شيء عليك مادم مالك حلال ابني جامع واهدث وابتع البابك ويماك قال صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا وانك مفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة سمعتي ربي يبني لك بيت في الجنة وان مسجد صغير يعني مش لازم كبير ولو صغير واحد يبني جامع لله يبني له ربي بيت في الجنة اذن ابني المسجد ياجوز لك ولا شيء عليك ومشي حرم عليك وبابك ويماك في قبرهم يفرحوا بيك لان يجيهم الثواب الثواب شو الواحدة ويبعت درها من يما حية اليوم بعت لها مئتين ألف ها في السي سي بي راح تصابت مئتين ألف ومبعدها الشهر الجاي راح تصابت خمسين مليون الله أكبر كيف يكون القلب تعادل الأم وبعدها هاك ذاك بابك ويماك لو كنت يكي ترحم عليهم وكي تستغفر لهم وكي تقاريرهم قرآن أو يوصلهم هذا السي سي بي أو يوصل أو يوصل ولكن يجي نهار حتي يجوهم الملائكة يجيبون لهم الأجر تعجامع مسجد يذكر فيه اسم الله هذاك الأجر مسجد يفرحهم لأن بيه راح يكون مكانة في الجنة انتيرك يطيع الوالدك ربي وفقك وربي كترمتالك وعني أنا أنا دايما حسب اللي بيأمتال هذه الناس ربي سبحانه يرحم هذا البلد ما يخليش جزائر ارضيع وفيها ناس ما يخموك ما هذا هاي المرة ما شاء الله ربي يبرك لك رزقك ويجي لك أموالك ويرضيع لك الوالدين ويرضيع لك ربي وأهم حاجة يختم لك بلا إله إلا الله هذا هو الفتعك إن شاء الله سائل يقول أنا دركي في الغرب الجزائري يقول كثيراً ما أحرر مخالفة لبعض المواطنين فيدعون علي وعلى أولادي بالشر فهل يستجيب الله لهم رك خايف دعاوي الشر أما لا أشوف إذا رك حابتسلك مدعاوي الشر لا تظلم أحداً لا تظلم أحداً إذا ما ظلمت حتى واحد وحكمت بما يحكم به القانون وكان القانون أيضاً ماشي ظالم يعني حتى القانون لازم يكونش ظالم ما تخافش خليهم يدعيهم يدعوك ما يحبوا ونعطيك القاعدة سواء الدرك الوطني ولا الشرطي أي واحد لي يدير مخالفة المواطنين لازم العمل تاك ما يخرج عن قول الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان أشفى يا شرطي يا دركي يا خدام الضرائب يا أي واحد ليقدر يدير معاقبة مخالفة للمواطن لازم العقوبة نتاعك ما تخرج عن قول الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان جاء إنسان دار مخالفة انتايا قانونيا واجب عليك دلو مخالفة ولكن القانون يسمح لك تزقي عليه تنصحه توجهه تقول له ما تزيدش تعاود هذا هو الإحسان إذا حكمت له بالعقوبة فأنت من أصحاب العدل وإذا سمحت له باش ما يزيدش يعاود لأنه رأيت كين علامات على السماح مثلا إنسان معامرته شدين وليدهم مريد أم يجربش يوصلوه للمستشفى أم يزربو يعني حقيقة مخالفة السرعة ومخالفة السرعة تقدر تسبب كوارث ولكن كين قارينها أكتعف أنت أب وأم وليدهم مريد وخايفين عليه أم يجربش يدوه لصبيطة ماشي كما واحد يعني يعني يروّر شاب ودار شارط شاب ويجغلله ويعيط ويجري في الشوارع يعني ماشي كيف كيف يزهق دام الثانوياء أما لنت لا تخرج عن قول الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان العدل أن تعاقبه والإحسان أن تعفو عنه إذا مخرش عن قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان ما تخافش يا ولو يدعي خليه يدعي الله يسا خليه يدعي إنسان يدير مخالفة